انا اتفضل. شيخنا بس خليجي لك شيء. اتفضل. اه انا اعسى اتوى على الحاشل الجلسة. وثم دين شنف صحيح مية بالمية خوش? فضلا. اسمعني? اسمعك فضل. خوش. انا هسا ارجع اهتدي نفرض. خوش? اه انت عايز تهتدي? ايه بس اه بس اه بس ارجع سئلك شم ساعد يعني. عندك سؤال? ايه. بس انا انا مش مشكلة هسمع سؤالك. طرامة راجل داخل عايز تهتدي انا هسمع سؤالك وحجاوبك باستفاض. اي اي. بس ليه طلبك? بس ليه طلبك? اه. ليه طلبك? ايه. لما حضرتك تسأل السؤال وتنتهي من السؤال سيبني انا اجاوب. خوش. تمام? فضل. اي اي اي. اه دينكم يا احترم الامة مثلا اهل البيت لما عمد حسين. بص يا سيدي. ايه. انا كان قدامي. كان قدامي. والله اللاجي رفع السماء بغير عمد. ساكن اول مخلف توأم. سماهم الحسن والحسين. عندنا ملايين فاطمة. ملايين النساء عندنا في مصر اسماه فاطمة. ملايين الاشخاص اسمهم علي. ملايين الاشخاص اسمهم الحسن والحسين. ملايين. اه. عارف يعني ملايين? عندنا جوامع باسم فاطمة. جوامع باسم علي بن ابي طالب. بل يكتب عليها كمان ان امام علي ابن ابي طالب. رضي الله عن علي ابن ابي طالب. و رضي الله عن فاطمة. و رضي الله عن الحسن. و رضي الله عن حسين. و رضي الله عن اله بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. Disability بقولك إن إحنا بنكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أشر ولعنة الله علي أنا وليد إسماعيل لو بكره أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى بتكلم وراء الكلم الكاميرا بكلمة سلبية على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيان قتل الإمام الحسين يعني الحسين رضي الله عنه أرضاه نبهه صحابة النبي صلى الله وقالوا له ستقتل يا الحسين ستقتل ستقتل وسيغضر بك في العراق فأصر حسين أن يذهب إلى العراق وقوتل شهيدا فأي رفع أن يقتل شهيدا من قتل الحسين رضي الله عنه أرضاه تمام خلاص من قتل الحسين رضي الله عنه أرضاه كما قال الإمام ابن تيمية بص ابن تيمية بقول إيه ابن تيمية اللي بعمه عليكم ماذا قال في قاتل حسين قال لعنى الله من قتل الحسين ومن أعانى على قتله ومن راضية بقتله ونحن للشنة نؤيد قول إلى إمام ابن تيمية ونقول لعنى الله على من قتل الحسين ومن أعانى على قتله ومن راضية بقتله يزيلا شيع يزيد حق بالخلافة لحسين الحسين رضي الله عنه أرضاه طبعا حق هي ما فيهاش جدال على فكرة احنا ما عندناش جدال ولكن خلاص يزيد أخذ الخلافة فخلاص المفروض الحسين رضي الله عنه أرضاه المفروض أنه يكون لي إمكانيات أنه يطلع يحارب مثلا يزيد ولكن أهل العلم ما قالوا هذا الكلام اسمعني بس لأنه سيحدث فسد ويحدث مجازب بين المسلمين لذلك نهى علماء المسلمين عن تلك الأفعال الحسين رضي الله عنه أرضاه تنازل المعاوية بإرادته بإرادة الحسن وليس غصبا عن الحسن تمام فلو كان معاوية سمعني بس الله يبرك في عمرك لو كان معاوية فاجرا لو كان معاوية فيه وفيه وفيه فلماذا تركه الحسين وذهب إلى يزيد لا أنا وياك الحسين لأنه يصلح بين المسلمين وياك عشان إيه؟ يصلح بين المسلمين ماشي أصلح بين المسلمين يعني فعله صواب ولا فعله خطأ فعله صواب الحمد لله رب العالمين طيب اسمعني بس اسمعني نأتي إلى يزيد نأتي إلى يزيد تمام؟ الحسين ويزيد والحسين اسمعني بس الحسين ويزيد والحسين ومعاوية لماذا الحسين ترك معاوية وذهب لحرب يزيد؟ لأن يزيد يدر بيزيد مهو يعني موجد هاي المسألة خلاص إذن لو أن يزيد فيه شيء إذن معاوية ليس فيه هذا الشيء ولو أن الإثنين مثل بعضهم لحارب الحسين معاوية ولا مش مظبوط؟ صح حبيب صح شيخنا بس هو شني الحسن اتفق معاوية جلب الشورى بس هو راح الحسين رضي الله عنه أرضاه كان يتعامل مع معاوية بل يأخذ العطاية من معاوية شوف شيخنا خلق الله أنا وياك معاوية الحسن تنازل عن الخلافة بس شنو معاوية ورثها لابنه هو شني اتفقه على الشورى بس هو ليش ورثها لابنه هو ورثها لابنه لأن ابنه كان له شوكة بصراحة يعني ابنه بص بص على حق حاجة سيدنا بزر الغفاري لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أنه يتأمر على إحدى المدن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل ضعيف إنك رجل ضعيف وكان هناك حروب وهناك فتن والحسين رضي الله عنه أرضاه كان ما زال لسه شابا وهذا اللي بقى لك فالأمور كتير يعني لو عايزنا استفضلك فيها استفضلك فيها إن شاء الله الفئة الغلط يعني عدتم هذا ورثها غلط وهذا اللي بقى لك انت دلوقتي الحسيني رضي الله عنه أرضاه أحديك مثال بسيط بس شيل من قلبك العاطفة شيل من قلبك العاطفة تمام الحسيني رضي الله عنه أرضاه لما خرج إلى يزيد أليس من المفترض أن يخرج بجيش جرار جرار لينتصر على يزيد صح ونم صح لما بعث له الرسالة أن أهل العراق هناك خانوك لماذا لما يرجع إذن هناك بعض التقديرات الخاطئة ويرضى من يرضى ويعني يأبى من يأبى يأخي دزوله الرسالة وقالوله ارجع 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 ما رجعش والصحابة قالوله ما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش ما تروحش حتقتل هناك وأصر أنه هو يروح يقتل هناك يبقى المسألة كانت عاطفة أكثر من هي عقلانية واحد باقي يقول لك يعني هو الحسين يا جماعة احنا بنتكلم بالعقل الآن وليس بالعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخذ المسألة بالوحي أو بالعاطفة أو بالاستشارة بالاستشارة طيب سيدنا الحسين وهو خارج تعلق في سوبه ابن عبد الله ابن عباس وقال له ما تخرجش والصحابة قالوله ما تخرجش فإنك مقتول ومع ذلك راح هناك وقتل واتبعت له رسالة إن الناس تخلت عنك في العراق ومع ذلك راح إلا هو غلب العاطفة على العقل شوف شوهنا حسنا أنا أريد أشوف كتبكم يعني عدها الحسين شهيد لا لا الحسين رضي الله أنا أرضه طبعا شهيد يعني دي فيه حاجة وسيد شباب أهل الجنة طبعا خوش أستقلي أمر الله حسنا أنا وافقتك كل شي وبس خلي المتابعين خلي جيلهم شي الآن معلش ما سمعتش أجل لك يعك أنا هذا الحبش كله موفق عليه وحبش 100% صحيح يعني أنت حضرتك كده عايزت تتسنن اي بس خلي الأحوازين هس أكتريت الأحوازين جايسوا سنة والله على فكرة فيه أحوازيين أحوازين كثير جدا نسنة أنا ولد عمي هسا اليوم وانا جاي حاتيك ولد عمي سنة والله أنا كلمتين الأخرين دولة ما منسامح مكويس لو حد يشرح همنا على أقول لك أنا اليوم هسا جاي حاتيك مندل حواز ولد عمي سنة وإحنا شيعة نعم هسا اليوم وانا أريد صورة على إيدك الشيعي الجسم المخالف يقتل لا لا احنا ما قلنا المخالف الشيعي لا يقتل احنا ما قلنا الكلام دوت احنا ما قلنا التنظيمات دي حاجة تانية خالص يعني دي مشاكل مع نفسها عندك حزب الله عندك حزب الله وحركة أمل تقاتل والاثنين شيعة احنا ما بنتكلم عن أحزاب دلوقتي أو بنتكلم عن تنظيمات احنا بنتكلم دلوقتي يعني احنا نقول لو أنك أسلمت مثلا تروح تقاتل ابن خالك الشيعي لا طبعا لا أنت تدعيله بالهلاية يعني هذا الفعل منبوذ الايه هذا الفعل منبوذ يعني قتل الشيعي والراف طبعا طبعا احنا ما بينه ما بينه ما بينه مندلوقتي المحاجة الكلامية العلمية عافية حسين زيان حسين بس بس بدي لك كيف حادث صارت ومنها نبدأ بلت يعني صورت لنا اوكي والله انا صرحت ها في كل كلمة بقولها حادثة سبايكر تدري بيها لا حادثة ايه سبايكر حادثة سبايكر ايه ها دي اللي حدثت في العراق ايه قسل الشيهاد بطع في يعني هل فعل هذا مضبوض بس يا اخي هناك اللي حدث في العراق ده احدثة طائفية من الجانبين زي ما انت هتتكلم على الجانب ده انا ممكن اتكلم لك على الجانب الاخر لان انا رجل في النهاية سني يعني عندي استعداد اجيب لك شواهد وفيديوهات كانوا يقترون كل واحد عن الهوية الاسم وابو باكر واسم عمر في بعض المناطق الشعية سيب الطائفية دلوقتي سيب الطائفية دلوقتي احنا خلينا دلوقتي في المسال العلمية طيب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم اني ابرأ اليك ان اشرك بك شيئا اللهم اني ابرأ اليك من كل من قال بتحريف القرآن من كل من قام بتحريف القرآن اللهم اني ابرأ اليك من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل يا الله اللهم تقبل زين شيخنا تحضر التشفف مثلا والصلاة انا ابرأي صلاة الشيخ تفرق من صلاة السنة انا حبعتلك ان شاء الله بعد البث بإذن الله تعالى كيفية الصلاة الصحيحة وكيفية الوضوء الصحيح يعني هم بسي بسي صلاة صحيحة لا الصلاة عندنا بتختلف عن الصلاة عندكم في بعض الأشياء والوضوء بيختلف عندنا غير عندكم في بعض الأشياء علي ولي والله عندنا ولكن ليس الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عندنا علي ولي والله لكن الشهادة ما فيهاش علي ولي والله هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله علي ولي والله يزدوها عشان يقولوا أن علي بن أبي طالب هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماございますر ان مشرف بل الصلاة انت المطلوب منك أنا هديك الصلاة بالتشاهد بكل حاجة فيها إن شاء الله إن شاء الله يعني ما لم يrichten الروعت Hugeing لو انت في أي حاجة اكتب لي على الخاص إن شاء الله و انا عرفةلك بإذن الله تعاني إن شاء الله و انا عتواصل معك بالرقم الثاني اللي هو الرقم الشخصي بإذن الله تعاني إن شاء الله بإذن الله الله أكبر الله الله أكبر الله فضلي الله